السلام عليكم ورحب الجميع في قناة اليوم أريد أن أتحدث عن كيفية اختيار الوظيفة نحن في كثير من رحيان في حياتنا نشتغل في الأماكن التي لا نريد أن نشتغل فيها بل نكره نستيقظ كل يوم في الصباح الباكر ونذهب إلى الشغل مع إرادة الإنصرف أقصد قبل أن نصل إلى الشركات التي نعمل فيها نريد أن ننصرف منها نحن نتعب قبل بداية العمل ثم بعدما نصل إلى تلك الشركات ننتظر حتى يمر بنا ثماني ساعد ونهرب من هذه الأماكن البغيدة بالنسبة لنا كل هذا لأننا قد اختارنا الوظيفة التي هي ليست وظيفتنا ونحن نعمل في المكان الذي هو ليس مكاننا نحن نقدم معظم الوقت في حياتنا في الشغل فإذا كان هذا الشغل بغيدا بالنسبة لنا ونحن لا نريده ونكرهه كيف يمكننا أن نؤديه بشكل جيد كيف يمكننا أن نقوم بالعمل بإحسان وكيف يمكننا أن نكون صعداء في مثل هذه الظروف هذا صعب جدا بل مستحيل فلذلك قبل اختيار الوظيفة أنصح الجميع أن لا نلتفت إلى المرتب الذي يمكننا أن نكتسبه في هذا العمل أو في هذا الشغل بل علينا أن نجلس ونتكلم مع أنفسنا بصراحة علينا أن ندرس ميولنا واتجاهاتنا لأننا مختلفون ولنا ميول واتجاهات وهوايات مختلفة جدا فإذا كان العمل الذي نقوم به بشكل يومي لا يتوافق مع ميولنا واتجاهاتنا حياتنا تكون صعبة جدا لأننا كل يوم سنقوم بالعمل الذي نقرحه فلذلك على الإنسان إذا أرود أن يكون مفيدا في حياته عليك أن يدرس ميوله واتجاهاته بشكل جيد ثم إذا اختار المجال الذي يريد أن يربط حياته به عليك أن يجتهد ويدرس في هذا المجال يكتسب الخبرة ثم بعد ذلك يقدم خدماته أحسن تقديم يقوم بعمله بإحسان يقوم بعمله بشكل جيد حتى يكون إنسانا يريد أن يستيقظ في الصباح يريد أن يذهب إلى الشرك يريد أن يتقدم في المجال الذي اختاره لنفسه ويريد أن يكون أحسن مما كان أمس كل هذا ممكن إذا كان اختيار وظيفته بناء على ميوله واتجاهاته وبهذه الطريقة هو كذلك يمكن أن يكون صعيدا في حياته إذا كان يعرف أنه يمكن له أن يكون مفيدا ونافعا في هذه الحياة ترجمة نانسي قنقر